اشتركوا في القناة المواطنون في مناطق سترة والعكر والنويدرات وكرزكان خرجوا في تظاهرات وفائية أكدت على الاستمرار في نهج المقاومة كما كان ذلك واضحا من خلال الشعارات وقد أقدمت القوات على مهاجمة التظاهرات مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة وكانت الغازات السامة تغرق حشود المشاركين فيما سجلت عدة إصابات بليغة بسبب سلاح الشوزن في صفوف المتظاهرين ولم يكن الأطفال استثناء من القمع النظامي حيث اعتقلت القوات قفلا من منطقة السنابس بطريقة وحشية واعتدت عليه بالسلاح في وجهه الثوار من جانبهم رفعوا أعمدة النار في أكثر من مركز في ضواحي منطقة سترة وذلك للحد من الاعتداءات المتكررة التي تشنها القوات على الأهالي والمتظاهرين وامتد قطع الشوارع الرئيسية في مناطق أخرى مثل جد حفص رأس رمان سماهيج السنابس وبني جمرة وغيرها من المناطق التي خرجت وفاء للشهيد حسين شرف ورفضا لسباقات الفورميلة وان من جانب آخر نظمت القوى الثورية تظاهرات تضامنية مع معتقلات الثورة بمشاركة نسوية لافتة وكانت قضية القاد الرموس حاضرة في الفعاليات وهو الأمر الذي دفع برابطة عوائل الشهداء وناشطين سياسيين لزيارة تضامنية لمنزل الأستاذ حسن مشيمة وألقيت خلال الزيارة كلمات أكدت على ثبات الأستاذ مشيمة في خط الثورة والعزم على المضي في نهج المقاومة رغما عن الجرائم والانتهاكات التي يمارسها النظام ضد الشعب ورموزه القادة تحية إكبار وإجلال إلى شيخنا المجاهد المشيمع العظيم نعم أبا علي لقد خسرتهم الرهان وأعطيتهم درسا لم ينسوا بهذا الثبات والإصرار على المطالب